قلت مبارح عندناش مشكلة مع الشعب السوداني دائما بنقولها لما يكون في مشاكل مع النظام النظام اللي بيحكم وطبعا زملاء في السودان او الاشقاء في السودان زعلنين وزعلوا ومبارح قاعدين مطلعوا هاشتاج وشتاموا با عنديش مشكلة انا بدافع عن بلدي ومتقبل الناس اللي بيبقوا غطبانين فانتو غطبانين على بلدك وانا غطبان على بلدي فمن حقيقة ادفع عن بلدي واللي انتو بتعملوه والاخوان دخلوا معاك ومعنديش اي مشاكل في هذا الموضوع ارهي بقى عادي يعني ولكن انا من حقي يكون عندي مخاوف طرحة يعني مخاوف من تحركات بلدكم احرار ولكن هذه التحركات مشروعة بالنسبة لي ومشروعة كمان بعد تصرحات وزير خارجية غندر غندور او غندر مش عارف اسمه ايه اللي بيتهم فيها الاعلام المصري انه كذا وزيارة البلطاجي اردوغان لدولة السودان وانه كذا طيب انت النهاردة بعت سلمت تنازلت عن جزيرة كاملة مش 13 متر يعني ده انت بتدي هدية اردوغان قال كذا على فكرة قال انه السودان البشير اهدان الجزيرة تنازل عن هذه الجزيرة جزيرة سواكن على البحر الاحمر اللي هي اه قريبة من حدود المصرية بحوالي 350 كيلو تقريبا وده يعتبر تاني اكبر مينة للسودان هذه هي الجزيرة الجزيرة دي مكان استراتيجي عشان بس حضراتكم بعرفين ومكان خطر على الامن القومي العربي انا باعني الكلام جايز الاخوة في السودان ما يعرفوش الامن القومي العربي فانا بقول لهم انه الجزيرة دي خطر على الامن القومي العربي المصري والسعودي عندما تأخذ السودان او يدي البشير جزيرة لا يمتلكها الجزيرة دي ملك الشعب السوداني لا يملك البشير هذه الجزيرة لم تكتب باسم اجداده هي ملك الشعب السوداني الشقيق فكيف يمنح الرئيس البشير جزيرة مساحتها تقريبا 30 كيلو متر مربع هدية منه بلا مقابل لتركيا وتتولى تركيا هذه اللي كان فيها السلطان زمان قاعد هنا في الحتة دي وقاعد زمان بيحكم من هذا المكان فقرر السلطان الجديد ييجي مكان جدوده لا نتدخل في شأن السودان هم احرار يا رب يسلموا البلد كلها احنا ملنا ولكن هنا انا بتحدث عن امن بلدي وامن وسلامة بلدي وامن وسلامة اشقاءنا في السعودية لان هي على مرمى البصر من المملكة العربية السعودية لانه المينة ده لنقل السعودية وقدامه في المواجهة على طول فاشقاءنا بيزعل لما احنا منتكلم احنا من حقنا نتكلم وندفع عن بلدنا صراحة ومن حقنا نتكلم ونوضح الشقيق للشقيق للاشقاء في السودان انبارح اردوغان قالك والله انا طلبت من البشير الجزيرة فقال لي انا موافع الجزيرة فورا فضلوا احنا سيبنها لكم متنزلين عنها خدوها عمروها مش عمروها هذه الجزيرة ستكون قاعدة عسكرية تركية تهدد الامن القومي العربي وانا هنا بخاطب السودان تركيا ستضع قاعدة عسكرية في هذا المكان او في هذا المينة وهذه القاعدة هي تهديد الامن والسن في المنطقة لو السودان مش عارفة هذا الامر انا بقول لهم وزير خارجيه النهاردة السوداني قال لك ايوة احنا هنعمل تعاون عسكري اعمل يا سيد تعاون عسكري مع العفريت زي ما انت عايز ولكن تخلي بالك هذا التعاون العسكري هيهدد امن دول ولا لا رقم واحد وده هيكون جزء من حوارنا مع السفير حسام زاكي لان الجامعة العربية النهاردة لازم يبقى لها موقف في هذه الامور تركيا النهاردة موجودة في قطر قاعدة هتبقى موجودة في السودان قاعدة بتحاول تبقى موجودة في الصومال بقاعدة بتحاول تبقى موجودة في اماكن اخرى بقواعد عسكرية بتحاول تتمدد الهيمنة التركية زي الايرانيين تنظيمات قوميات عايزة تتمدد خارج الحدود وتوضع يعني موت القدم اكاينه قال ان احنا من دايق محدش يدايق مصر محدش هيدايق مصر خالص تاني خالص يعني يفتكروا مثلا الجماعة في السودان يفتكروا مثلا يعني انه الموضوع ده انه يدايقنا ابدا ميش يدايقنا لانه مصر في لحظاتها وتاريخها ما بتسمحش انه حد يهدد امنها القومي ما سمحتش ومش هتسمح ومصر لازم تبقى عارفينها مصر لا تتحدث كثيرا في هذه الامور مصر في اجراءات بتتحرك فيها من غير ما تتكلم فالاخوة في السودان والشعب السوداني يعرف انه هو تم اهداء جزيرة مملكة للشعب السوداني من رئيس لا يملك يعني الرئيس السوداني لا يملك ليس له لديه لا دستور بتاعهم والنهاردة عاد تقرأ شوية حاجات عشان لما تكلم لا دستور ولا قانون يدي له انه يهدي جزيرة ابدا يهدي جزيرة النهاردة وجاي تكلم على حلاب وشلاتين المصرية تخيل بقى الكارسة يعني طب ما انت عندك جزيرة هو ده انت بتديها كده مجاني ببلاش يعني يعني ما خدتش مقابل مثلا ميت مليار دولار مثلا عشان الموازنة بتاعتك والجنيه بتاعتك واللي بقى مش عارف كام واللي بتعاوم الجنيه وبيوصل مش عارف كام ما يوزيه بالدولار ما خدتش ثمن يعني يعني لو خدت ثمن كان بقى فيه حاجة اسمك بتقايد عليها او اسمك بتدي مقابل لكن بدي من غير مقابل كده يعني خلاص بتاعتكو اعملوا يلا يا اطراك تعالوا اعملوا يعمل اطراك زي ما هو عايز لحد ما تلاقي في يوم الايام السودان مستعمرة تركية احتلال احتلال تركيا على فكرة الاتفاقيات الوقاعة ام احرار لا ندخل في الشأن السوداني ابدا هو حر عشرين واحد وعشرين اتفاقية تعني كده قولا واحدا استعمار تركي جديد يعود تعود الدولة العصبية تحكم مرة تانية زي ما كانت يرجع تاني ايرى الاتفاقيات وشوف هيحصل فيها ايه بعد خمس سنين من النهاردة ليه ايه المصلحة هو الرئيس البشير قاعد مئة سنة يعني لو قاعد الولاية ديت مش قاعد ولاية تانية بس بيقوله انه ممكن يترشح في عشرين واحد وعشرين اقدم رئيس في العالم تقريبا من تسعة وثمانين للنهاردة تقريبا فيش اقدم منه تقريبا يعني ده الحاكم التركي النازي وطبعا ومعاه المشير عمر حسن البشير لتولى الحكم في انقلاب عسكري سنة تسعة وتمانين لازم نفكره كل يوم بهذا الموضوع فارجو لو سمحته الشعوب ليس لدينا مشكلة تاني مع الشعب السوداني ابدا ولا مع اي شعب علاقاتنا هايلة شعب السوداني احنا عندنا خمسة مليون سوداني في مطر خمسة مليون مش واحد ولا اتنين ولا عشر عشر افراد عندنا خمسة مليون عارفين يعني خمسة مليون مواطن سوداني مقيمين هنا لهم كل حقوق المواطن المصري تخيلوا حضراتكم الرقم ادي